وصل إلى مطار القاهرة الدولي طائرة على متنها 286 راكبا من المصريين الراغبين في العودة من لبنان إلى مصر وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة وفور وصول الطائرة أشهد المواطنون بالدور الحيوي والجهود المبذولة التي قامت بها الدولة المصرية وجميع الجهات المعنية من خلال سرعة اتخاذ القرار بشأن عودة أبنائها المصريين المقيمين بالخارج وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لتأمين عودتهم إلى البلاد